اهلا بكم بمناسبة حفل تخرج الفوج الأول من طلبة سلك التكوين الأساسي للمدرسات الوطنية العليا للإدارة أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على أهمية العمل الذي تقوم به المدرسة الوطنية العليا للإدارة التي أصبحت منذ سنة 2016 تحمل هذا الاسم بعد دمج كل من المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة كما أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على أن المدرسة الوطنية العليا للإدارة مطالبة بالاستمرار في ديناميكية ضمان التكوين الجيد في أخفق تطعيم الإدارة المغربية بأطر عليا ذات قدرات كفيدة بالتدبير الحديث وتطوير منهجيات تنزيل السياسات العمومية وتتبع أوراش التحديث والإصلاح خلال مروره ضيفا في برنامج بوتا مساء أمسنا الخميس على إحدى القنوات الفضائية المغربية أكد مصطفى الخلفي وعضو الأمانة العامة لحزب العدلة والتنمية أن المعركة ضد الفساد ليست بالسهلة ولدينا القدرة للنجاح فيها كما شدد المتحدث على أن معركة محاربة الفساد ليست موضوع مزايدات سياسية أو حزبية بل هو موضوع يعني الجميع ومحاربته مستمرة لما له من تداعيات سلبية على المجال الاقتصادي والاجتماعي ومجالات أخرى إلى الشأن المحلي وخلال انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير لجماعة تيطوان أكد رئيس المجلس الجماعي محمد إضعمار أن حصيلة عمل المجلس الجماعي للمدينة مشرفة وتعكس صدقية التقديرات واصفا إياها بالاستثنائية والجيدة والممتازة كذلك كما أفد المتحدث أن الجماعة حققت ما مجموعه 336 مليون درهم خلال سنة 2019 بنمو إجمالي بلغ 11 مليون درهم مقارنة مع السنة الفارطة نبقى مع الشأن المحلي حيث تم مساءتنا الخميس بمدينة الضار البيضة افتتاح نفق غاندي على مسافة تزيد عن الكيلومترين المشروع كلف ميزانية استثمارية تقدر ب140 مليون درهم ويتكون من نفق تحت أرضي دي مصارين في كل اتجاه على طول 460 متر مع إعادة تهيئة قارعة الطريق والأرصفة على مستوى السطح على طول مسافة كيلومتر واحد المشروع المنجز ينتظر منه التخفيف من الازدحام الذي تعرفه شوارع الضار البيضاء وتسير حركة المرور بخصوص جديد فيروس كورونا نشرت وزارة الصحة المغربية فيديو توضيحي يقدم معلومات ونصائح حول هذا الفيروس مدير مدرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي قد أكد في وقت سابق أن المغارب العائدين من مدينة هانا سينيا في حالة جيدة جدا كما أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة مرضية لنتيجة الفيروس الجديد حتى الآن مبرزا أنها ستواصل إطلاع المواطنين بشكل منتظم على مستجدات المتابعة الطبية الأشخاص العائدين وكذا على تطورات الوضعية المرتبطة بحالة الطوارئ الدولية بخصوص المرض نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة